وفي بغداد تلتقي التوجسات الاجتماعية في التحديات السياسية بشكل لافت وقد أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شيع سوداني شمول الأطفال المصابين بمرض السكري براتب المعين المتفرغ والحماية الاجتماعية استثناء من نسبة العز فيما وجه وزارة الصحة بالاستمرار في توسيع التشخيص وتقديم جميع أنواع الأدوية ضرورية للمصابين بهذا المرض المزمن السوداني وخلال استقباله وفد جمعية رعاة أطفال السكري أكد التزام الحكومة بتطوير القطاع الصحي وتوفير العلاج والرعاية اللازمة والمتابعة الضرورية لجميع شرائح الأمراض المزمنة خاصة الأطفال المصابين بالسكري وعشار إلى منح الأولوية في البحث الاجتماعي والشمول بالحماية الاجتماعية لهذه الفئة من الأطفال وكذلك شمولهم براتب الحماية الاجتماعية حيث تجاوز طلباتهم الألف حتى الآن اشتركوا في القناة